الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يصف نعت الواصفين ويا من لا يجاوز رجاء الراجين ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين ويا من هو منتا خوف العابدين ويا من هو غاية خشية المتقين هذا مقام من تداولته أيدي الظنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا وتغاطى ما نهيت عنه تغريرا كالجاهل بقدرتك عليه أو كالممكر فضل إحسانك إليه حتى إذا فتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى أحصى ما ظلم بي نفسا وفكر فيما خالف بي ربا فرأى كبير عصياني كبيرا وجليل مخالفتي جليلا فأقبل نحوك مؤملا لا مستحيا منك ووجه رغبته إليك ثقة بك فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا قد خلا طمعه من كل مطموع في غيرك وأفرخ روع من كل محذور من وسواك فمثلا بين يديك متبرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وتقطأ رأسه لعزتك متذللا وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا وعدد من ثنوبه ما أنت أحصى لخشوعا واستغذتك من عظيم ما وقع به في علمك وقضيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذات وفذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمت لأنك الرب الكريم الذي لا يتعظمه غفران الذنب العظيم اللهم فأنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقولوا دعوني أستجب لكم اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضغط لك نفسي واسترني بشدرك كما تأنيتني عن الانتقام مني اللهم وثبت في طاعتك نيتي وأحكيم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دمس الخطايا عني واتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصيا ولا يضمر أن يعود في خطيئا وقد قلت يا إلهي في محكبي كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التواب فاقبل توبتي كما وعات وعفو عن سيئاتي كما ضميت وأوجب لي محبتك كما شرات ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك وضماني ألا أرجع في مذمومك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك اللهم إنك أعلم بما عميل فاغفر لي ما عليك واصرفني بقدرتك يا إلى ما أحببت اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى فعوض منها أهلها واحطط عني وزرها وخفف عني ثقلها واعصمني من أنغقار فمثلها اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة اللهم أيما عبد تاب إلي وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته فإني أعوذ بك أن أكون كذلك فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعد إلى توبة توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي فاضمني إلى كنف رحمتك تطولا واسترني بستر عافيتك تفضلا اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خضرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك اللهم فرحان وحدتي بين يديك ووجيب قلبي من خشيتك والطراب أركاني من عيبتك فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائي فإن سكت لم ينطق عني أحد وإن شفعت فلست بأهل الشفاء اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطايا كرمك وعد على سيئاتي بعفوك لا تجزني جزائي من عقوبتك وابسط علي طولك وجللني بستريك وفعل بفعل عزيز تبرع إلي عبد دليل فرحما أو غني تعرض له عبد فقير فنعشا اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزوك ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثني ولا نسيان لما سبق من ذمي بفعلي لكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندام ولجأت إليك فيه من التوبة فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي أو تدركه الرقة علي لسوء حالي فينالني منه بدعوتي لي أسمع لديك من دعائي أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبي وفوزي برضاك اللهم إن يكن الندم وتوبة فأنا أندم النادمين وإن يكن الترك لمعصيتك إنابا فأنا أول المنيبين وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحففت على الدعاء ووعدت الإجابة فصل على محمد وآل محمد واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير